السلام عليكم الزول في اللون كان مواضع بزاف اليوم سوف نهضر عليها و سوف نبدأ بقنية التي سمعتها والتي أدهشتني هو أن الناس يقولون بأن الشركة Total تريد تخوين مخزون المغربي لكي تصيبها لفرنسا لأن Total لديها مشاكل فرنسا تزيع البترول و لديها مشاكل لكي تصيبها لفرنسا لأن تصيبها لديها وقفات احتجاجية لزيادة في الرواتيب على الفكر الذي سوف نحاول أن نفسر لكم لكي تصيبها لديها مشاكل لديها من كرغوليا الشمالية يقولون بأنه سوف يخزون المغربي أولا في المغربي لم يكن في تطال الموزع الوحيد كانت تطال و كانت إفريقيا و كانت الكثير من الشركات التي تزيع البترول في المغربي ثانيا تطال لديها رخصة للإستيراد للمغرب من الخارج و التوزيع ثالثا لا يوجد رخصة لإعادة تصدير البترول إلى الخارج لذلك هذه الفكرة غلط و إشاعات لكي يزعزع الأمن والأمان الذي كان في المغرب و لذلك لا يجب عليكم أن تسمعوا أي شيء و تتوقعوا فإذا كانت نمس الطي تيدوي الذي كنت يتصدر يكون بعقله و لذلك نقول أن الإشاعات التي تتخرج تكون لديها واحد الهدف سوف ندوز الموضوع الثاني هو القوة الضاربة التي حبثتها في المجال الجوي سوف تخرج البارحة للجيش الإسرائيلي أنه سرب من الـ F35 الشباح الأمريكية التي عند إسرائيل و التي تحاول المغرب تختانيه سوف تقوم بعمل مناورات و تجارب في البحر الأمريكية المتوسط و سوف تقوم بإسرائيل إلى المغرب و سوف تقوم بفوق الأجواء الكرغولية و الجزائر من الطم لذلك نحن نريد أن يضع عليها F35 الشباح التي تكتب على الرادار يعني الرادارات لا ترزدوها لا ترزدوها الرادارات قالوا فضيحة فيها إلا لم ترزدوها الطائرات إلا لم ترزدوها الجزائر لم ترزدوها فضيحة كبيرة لأنها قوة ضاربة و القوة الضاربة هي أنها أي شيء تتململ لذلك نعرفهم و إلا فضيحة أخرى هذا هو التطبيع الحقيقي نريد أن نفهمه لماذا؟ في خبارهم بأنه يضعوا الطائرات أو لم ترزدوها في كل الحالتين فضيحة و في نفس السياق على المتعيال والدرون لذلك تقول لي كيف سوف نفسر لك وزير الداخلية من جمهورية الوهم و الخيام و الغبار من البوليزاريو كان في موريطانيا و صرح بأنه استلموا درونات من الإيران ماذا يدافع هذا الفلوس؟ ماذا يشراهم؟ لا تستطيع أي شيء ولكن شرعتهم القوة الضاربة حسنا في نفس هذه الدرونات أعطيتهم إيران الروسيا و استعملتهم في كييف و في أوكرانيا و في الولايات المتحدة قررت أنها جيزي أو تعاقب كل من يستعملوا هذه الدرونات و هذه القضية تسهل أموري المغرب لكي تدخل البوليزاريو كمنظمة إرهابية أي شخص يستعمل هذه الدرونات سيقيد و سيسجل كمنظمة إرهابية و ستدخل الجزائر في المشاكل لأنها تتشجع الإرهاب و تتشجع على الممارسات ضد أمريكا و حلفاء اللي هو الوطان إذا الدرونات الإيراني يورط الجزائر أو ثانية من أخرى سأذهب إلى قضية الأخرى و الملف الأخرى هو قضية فتح حماس و الفصائل اللي كانت في فلسطين نحن كلنا نعرف ما هو واقع في فلسطين أنه فتح حماس و الفصائل الأخرى يجب أن يتصالحوا لكي يكونوا يدوا أحدا لكي يدافعوا الأرض اللي هي فلسطين إلا أن أنا شخصيا عارفهم بأنهم لا يريد أن يتصالحوا لأن للقيادين الحماس و للقيادين الفتح لا يوجدهم الرباح في التصالح و كنت خيغ و لا يتصالحوا و لا يتصالحوا في أمريكا و في إنجلترا و في فرنسا و يجمعوا في الفلوس و في المساعدات الدول لكي يتصالحوا لأن هؤلاء القيادين لا يهمهم الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني ما الذي يهمه؟ هم الناس اللي يتبعوا مع إسرائيل ليرغموها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية نحن كالمغرب كإمارات كالمصر كالبلدان الأردن البحرين هؤلاء البلدان هؤلاء البلدان هؤلاء البلدان بالدولة الفلسطينية أجل نسمعوا أحد الفلسطيني أشنو قال أشنو هاد الفلسطيني أشنو قال على هاد المصالحة و لهاد المسرعية بداست في كارغوليا الشمالية و كيف هش يتحكوا عليه الناس كبير للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة لأنه أخيرا و في دولة الجزائر تم توقيع اتفاق انهاء الانكسام و المصالحة الوطنية الفلسطينية في ختام مؤتمر مؤتمر لم الشمل من أجل المصالحة الوطنية الفلسطينية وقعت الفصائل الفلسطينية إعلان الجزائر الفضائيات العربية غطت أحداث المؤتمر ببث حيو مباشر و خصوصا توقيع المصالحة نأتي إلى مراسم التوقيع على إعلان الجزائر لمؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية عن جبهة النظال الشعبي الفلسطيني أدعو أمينها العام السيد أحمد مجدلاني عن حزب الشعب الفلسطيني يوقع السيد بسامة الصالحي الأمينة العام للحزب 14 فاصيل فلسطيني وقع المصالحة بس إحنا لفت نظرنا تصريح اسماعيل هنية اللي هو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ليس أمامنا من كلمة شكر يمكن أن تعبر عن هذه الحالة التي نحن فيها الآن كفلسطينيين وهو يوم أفراح بالتأكيد في داخل فلسطين والجزائر وفي كل شعوب الأمة العربية يوم أفراح للشعب الفلسطيني بهاي المصالحة تعالوا نشوف فرحة الشعب الفلسطيني بالمصالحة عبر الكنوات الفلسطينية طبط أوقاتكم تمام التاسع عن نشاط الأخبار نبدأوها وإياكم بالعنوي أبناء شعبنا في مخيم العرب يشيعون جثمان الشهيد وسامة عذوي إلى مثواه الأخير خلال كلمته في قمة سيكا سيد الرئيس يؤكدوا على عدم القبول بالوضع الراحي مجموعة فلسطين في السويد تصلط طوء على معاناة الأطفال الأسرى في سجوم الاحترام هذه كانت سال عنوين هيا كانت عنوين نشرة أخبار الساعة 9 على قناة فلسطين اللي هي تابعة للسلطة الفلسطينية وهذا كان في اليوم نفسه لتوقيع المصالحة طيب شو مع فرحة المصالحة؟ ليش مش ذكرينها؟ بل كي بث المصالحة ببث مباشر؟ السيد الرئيس محمود عباس مباشرة كرم رئيس بلدية باترسون الأمريكية في ولاية نيوجيرسي نرحب معنا في الستوديو اليوم بسيد أندري سايغ رئيس بلدية مدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي أهلا مرحب مباشرة في تلفزيون فلسطين فلسطين مش دس ما كانش بث مباشر لفعاليات المصالحة الفلسطينية في الجزائر إننا لقي متلها وإنما ما كانش تطرق لها بالمارة لم يتطرق لها وقعت الفصال الفلسطينية مساء اليوم إعلان الجزائر في ختام مؤتمر لمشمل للمصالحة الوطنية الفلسطينية برعاية جزائرية ليس أمامنا من كلمة شكر يمكن أن تعبر عن هذه الحالة التي نحن فيها الآن كفلسطينيين في قناة الأقصى ما بثوا مرسيم توقيع المصالحة ببث مباشر بس غطوا الأحداث لاحقا ومع هيك هاي مش الفرحة العارمة اللي حكا عنها هنية يوم أفراح بالتأكيد في داخل فلسطين والجزائر وفي كل شعوب الأمة العربية اللي بيحضر القنوات الفلسطينية بحس إنه شكل هالفرحة معمتش الشعب الفلسطيني خذوا تفسير منا هيك محتمل بلك الشعب زهق من كتر ما شاهد مرسيم توقيع التفقيات مصالحة مشي أول مرة يلي بالمصالحة أنتم ما سمعتوا الملاحظات الصحفي الفلسطيني أن هذه القضية بكثرة ما دلوا المصالحات هذه رجعت مسرحية تداد والجزائر تعطي رأسها قيمة دولية والعربية قبل من القيمة العربية ولكن نحن نقلب إلى المنفع الشعب الفلسطيني مشي لمسرحيات ما تنبيعوش الأوهام ولهذا تنقو ديما مع لجنة القدس بالقرارات ديلها ورئيس لجنة القدس اللي هو صاحب الجلالة نصره الله وقد نكمل بديما اللي تنقول الله الوطن المالك عاش المغرب عاش الصحراء المغربية سيري ناجي موسيقى 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 موسيقى